موسيقى البرنوس او البرنوس والكيب وهو احدث اسماؤه ليس بموضة جديدة فهو في بلدان المغرب العربي جزء من اللبس التقليدي للرجل والمرأة موسيقى الكيب الذي هو عبارة عن معطف طويل يضم غطاء رأس دون اكمام تعود اصوله الى البربر الذي اطلق عليهم ابن خلدون في ذلك الحين لقب اصحاب البرنوس لشدة ارتدائهم له موسيقى في الاوين الاخيرة اعادت خطوط الموضة البرنوس بحولة جديدة مع الحفاظ على روحه واساسياته واصبحنا نراه في فستين السهرة والعرس ولم يقتصر الامر على ذلك بل اعتمده حتى في اللبس اليومي من البليزرز والمعاطف موسيقى أعزائي المشاهدين نتعرف اكثر على هذا الموضوع والجديد بالنسبة للأزياء الخاصة بها مع المصممات الأزياء في الستوديو الأستاذة سوسان الحزيمي ومساء الخير أستاذة سوسان يهلا مرحبا حياتي الله أزيمة احنا شفنا في التقرير لو تكلمينا عن هذه الموضة هل هي دارجة سائرة أو أنها راجعة لحسب الطلب طبعا أنتوا سميتوا برنص بس المصطلح الذي عندنا هو كيب مو برنص الكيب هذا درجة الأونة هذه من سنتين إلى الحين يعني صورة مرة كبيرة بس الحين على الشتة هذا الشهر والشهر اللي فات بدأ يخف الطلب عليه لأنه شوي يزعج اللي يلبسه لأنه تدرين الأكتاف والحركة تصير مرة سيئة ما هي بأريحية يعني مو حق طلعات يومية يعني لو موسم معين يلبسونه حق سهرات مو موسم حق سهرات حق أوقات معينة مو حق مواسم معينة لأن هذا مثل زواجات بتروحين زواج دخول الزوج يعني المعرس أو أنت أول ما تنزلين تدخلين على أهل الزواج يعني لازم عليك عباية يعني فخمة عرفتي فهذه ما رح تحتاجين فيها الحركة كثير يعني مجرد تلبسينها بتكون فيها فخامة طبعا اشتغلناها بصورة مطبيعية بموديلات بحركات أنا بالنسبة لي مو بس الجانبية الأكمام طلعت موديل لأ من قدام يصير أمامي الفتحة أمامية تعبتي بإيش يعني فصوص طريز فيه اشتغلنا لأ شفتي الفصوص صار عليها مو طلب كثير ما أدري يعني بالنسبة زبايني الليلية التابعيني دايما يحبون الشيء الهادي مو الشيء اللي فيه فصوص كريستال لأ يقولون دايما نبي اللمسة مالتج اللي هي خلط الأقمشة أنا من النوع اللي أحب أقطع يعني مثل نجيب قماش أقطعه وأرجع نطرزه من جديد فهذا أحبوه الناس أكثر يعطي فخامة يعطي فخامة الثاني على اختيارك شنو تبتختارين الحاجة اللي تبتقطعينه شنو اللي تبتحطينه هذا كلها يعطيك يعني رونق ويعطي فخامة ولازم الحاجة تكون ما هو مبالغ فيها عرفتي حتى لو كان زواج يعني قليل اللي يبونه في شغل كثير تبع ايش الخامات اللي تستخدمينها الطلبات اللي تجيلك يعني كلها من العروس أهل لأهل العروسة نفسه ممكن يكونوا متميزين وإحنا قلنا يمكن ركزنا على العروس عفا هي ما تنزل هي مثلا أو يدخلون أحد المعرس تحتاج أنها تحط شيء عليها فعلا هذا سويتها طبعا أي لونة أبيض عرفتي هو الأغلب سوى من غير أكمام أنا حطيت لأكمام وفتحات أكمام تكون مريحة أكثر يعني عشان هو بالأساس نسويه مقاسة مرة كبيرة لأن تدري العروس فستانها فخم لازم شيء يغطي لف يعني ممكن يكون لا فيه يجيط زي الربطة زي الربطة وتجي القبعة حقته المغربية هذه بس تيه مقاس مرة كبيرة عشان التصريحة يمكن أي وعشان تغطي الوجه عندها لأن الرجال يبين يدخلون وما هم محارمة فنسويه بحيث أنه يغطي عندها الوجه وبنفس الوقت مقاسة كبيرة مرة يعني نقصها كلوش دائرة بس نقصها دائرة كبيرة غير عن اللي نقصها حنا المعتادين عليها ليش؟ عشان الفستان عندها كبير فلازم تغطين هذا الجيهة كله جميل طيب انتي ما شاء الله جايبة كولكشن عندنا حتى هنا في الستوديو يمكن نقول هذا كولكشن حق 2017؟ هذا الجديد توصل لأسبوع من طلع طبعا ما نزلت عن الانستقرام الروتانا الوحيدة اللي رح أطلع لأن أنا زبايني ما يحبون الشيء الجديد ينزل عن الانستقرام يعني يجوني على طول وعارفين أن الشغل مجرد أني أبلغهم ويجوني يأخذوني الجديد يعني الآن أول طلع للتصاميم في الروتانا خليتي هذه الروتانا هدية لكم هذه طيب أنا نفت نظري الشغل اللي أنتي عم تشتغليني أنا شايفة الورود كمان فيها تكلميني عن القطع هذه اللي تركبين تكلميني أنتي تشتغلينها بنفسك هذه حنا مشتغلينها يعني أنتي مساعة قبل لا نطلع لهوا حسبالش كلفة لا هي مو كلفة هذا نشتغله حنا تطريز قطعة قطعة بعدين ركبها على بعض بعدين طرزها على القطعة العباية نفسها عرفتك فأنا طبعا نطلع من هذا إلى الآن ثلاثة ألوان بس تطريز بتطريز وتطريز بشك اللي طلعته طبعا الموديلات مختلفة في شي تجي على الأكتاف بس على الكم والأكتاف في حاجة تتوزع على الظخر كأنها معرقة أي ومعرقة على الظهر وجانب واحد في شي ثاني حاولت أني أوزع بس نص الكاتف عرفتك مع نخلط مع التفتات حاولت أدخل ألوان تفتات تكون بعيدة عن بعض يعني لحظة أنا شايفة أي فعلا بس إنها متناسقة في الأخير كل وحدة يعني كل وحدة سيرها غير عن التاني يعني الزيتي مدخلتي إنتي مع المال هذا مو زيتي هذا الرمادي اللي ما يلي الزيتي بسيط مع الرمادي اللي ما يلي الموب يعني شفتي سبحان الله يعني كل مصممة ولون تقريمة أي وحدة يعني هي نفسها شنو مودها اليوم عشان تختار الألوان طيب جميل أنت كلمتين عشان مرة مهم مود المصممة وأكيد بسمة المصممة لكن أكيد عالم التصميم زي ما في الزين فيه كمان عن بعض المرات الأشياء السلبية أنت كمصممة إيش الأشياء اللي أنت تواجهينها في عالم التصميم سواء كان صعوبات في عالم التصميم بالمعنى الأصح شوفي الصعوبات اللي أنا أحصلها التعامل مع الناس يعني الزبونات صراحة الزبونات في التصميم مثلا مو العبايات أنا طبعا المشاهدين ما يدرون أنا عبايات فساتين درعات أنا خطي يعني ثلاثة والحين جديد إن شاء الله بدخل مع الأطفال يعني بنازل للأطفال إن شاء الله يعني على الأشهر الجاية بأنزل للأطفال اللي يعني أتعب مع الزباين العبايات أريح خط ساعات أنزل يعني الشي اللي محت ساعات أطلع مودين أنا أكون يعني مني مقتنعة فيه ما أدري طلعتها بس مني مقتنعة فيه سبحان الله يعني كل عين تختلف عن عين الزواق تختلف يعني يجوني زباين أشوفهم يمبهرون معناها فيه نقطة بهالتصميم أنا ما حبيتها حبها غيري فأاخذها شنو اللي يحب فيه أرجع أطورها بطريقة ثانية أدخلها لأنني أنا أعتبرهم ذولي بناتي القطع نفسها كل قطع أعتبرها بنتي هذه يعني مو بس طب بالنسبة للفساتين كمان الفساتين هم أصعب شيء لأن موديل الحريب مع الأسف يعني كل مصمم عالمي أو مصممة عادية لما تجي تصمم أغلبهم يصممون القماش من 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 عرفته لأن معاناة مرة والكل ما يبيه في قصة وسط طيب إذا ما في قصة وسط أنا من وين أبجيب اللي فوق طيب تجيس مع الزبونة مثلا وانت تصممين معها تقولينها حتى بعد المرات العيوب اللي تكون في الجسم يعني كمصممة عندك خبرة أني لازم أغطيها لازم أسوي لك كذا أعمل القصة مرتفعة فعلا أنا الحين لما تكلمني أي وحدة أقولهم الحين للفترة الأخيرة هذه أقولهم لا تشترون قماش تعالوا خلوني أشوفكم أشوف اللون البشرة أشوف الجسم أشوف الموديل أنتوا أرسلتوا لي موديل خلوني أشوف هو يركب عليكم ولا ما يركب لما يجون في في أشياء مستحيل تركب في ناس تستقبل منك في ناس تقولك أنا قاعدة أستقبل منك بس لما تشتغلينه يطلعونك أنت خطأ طيب ما أنا من الأساس يعني قلت لكم فكريتي ورح يطلع هاشكل ورح يصير بها يعني في أشياء أنا يعني تجيني حالة نفسية ساعات والله أني أوقف الشغل من أسبوع إلى عشر أيام خلاص ما أنا قادرة أتحمل الحين شوي أشوء أول بصورة مطبيعية خلاص يعني ما أقدر أتحمل يعني أنا ما ودي أي زبونة تدخل عندي وتطلع هي تعبانة أو أحس بناظراتها ما هي مرتاحة أحس هذا يتعبني يعني أبيل كل الفرحات نعم طبعا أكيد إحنا نتمنى لك التوفيق في الكوليكشن الجيد حق 2017 كل الشكر لك مصممة الأزياء الأستاذة صرسن الحزيمي شكرا لك حياتي الله عزائي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم تتمسونا على خير